أهلا بحضراتكم من جديد شوفنا في الغربال كل اللي حاصل في الصحافة وفي المواقع وقد إيه كتير من الأخبار والاجتهادات عن الآلي وشوفنا المنتخب وبدايته اللي نتمنى أن تكون مجرد ضربة بداية إن شاء الله يديني عليها الأفضل بإذن الله لكن يبقى هناك كلام كثير بي بعضمة لسانه تاهت ولقناها قضية الساعة اللي لازالت تشغل الرأي العام كله مش مهندس النادي الأهلي والنهاء الأفريقي الوزارة والاتحاد والخطاب المختفي هو مش خطاب مختفي ما خلاص اتعرف أن فيه خطابة بعد يبقى مختفي إيه إنما كافة عملت مع الخطاب أحملته أو أحملت الحاجات المهمة اللي فيه يعني كل اللي يعنينا الخطاب جيه وبالمناسبة قال لك أنه راح لثلاث جيهات منهم الكابتل الخطيب بصفتي رئيس لجنة الأندية تواصلت مع الدكتور سعد الذي بحس بجدء بمنتهى الصرامة مع كل يعني الإدارات في النادي وسأل الكابتل الخطيب لم يصل شيء إلا دعوة لحضور لجنة الأندية وقت ما كان الكابتل الخطيب في بطولة العالم الأندية وهناب عنه الأستاذ عمر شاية ولم تكن معنية بأي نوع من أنواع استضافات البطولة لأن لجنة دي ملاش دعوه باستضافة البطولة البطولة دي لجنة الأندية دي لجنة الأندية ليه يعني اختصاصات أخرى أما الخطاب لا فيه خطاب ولم يتم الاهتمام وكان وقت ما جاء أستاذ إبراهيم جاء مرتين مرة في سبتمبر ديسمبر ديسمبر وقت الأستاذ أحمد مجاعد هو محدش عرف إلا ربما مسؤولين تدولوا مع بعضهم وقال لك آه يعني أوصوا بالكونفدرالية والشاطئية والنسائية وأعيد الأمر مع المجلس الجديد في فبراير 19 يناير يناير وقال لنا آخر ما عاد في فبراير ولم يهتم أحد أن عنده ناديين مشاركين يعني في آه ناديين في الكونفدرالية ماشي وطلب دي وطلب دي تم المغرب نظامت دي ونظامت دي يعني ما كانش فيه رغبة بمساندة الأندية المشاركة في بطولة الأبطال أنه يلعبوا يعني في وسط جماهيرهم وإحنا شوفنا شوفنا أنك أنت يعني إزاي احتشد الجماهير الودادية في الساعة اللي كانت مطلوبة 30 ألف لأنك أنت مش معاولة حتصفر نص هذا العدد بـ 15 ألف جنيه عشان يتفرج على ماتش صحيح طيب الأمر جد خطير لأنه وصل لمستوى طلب إحاطة في مجلس النغوات دي قضية مش سهلة واللي النادي الآله تعرض له واللي اللي لبعثة تعرضت له أن أنت يكبر فريق على أنه يلعب النهائي من مباراة واحدة في أرض المنافس عشان ساعتك تقعست أنت مين؟ نحدد المسؤوليات اتقال أصل فيه خطاب المدير التنفيذي جيل خطاب وخباه طب أخطر به جمال علام فقط وما أخطرش به بقية المجلس لا ده كان أحمد مجاد هو اللي رد الأول لا ده بعته للوزارة والوزارة نقت حاجة أو حاجة لا حاجات كتيرة أوي اتقالت طيب هو فيه خطاب اختفى ولا ما اختفاش مبدئيا الخطاب وصل بالإيميل وحتشوفه شكله وعرضه على الشاشة ليه؟ لأنه اتقال أنه طلعوا خطاب الكونفدرالية وطلعوا خطاب الشاطئية وما طلعوش خطاب دور الأبطال ما فيش خطاب لدور الأبطال وما فيش تزوير تم أنه هم نقوا وشالوا حاجة خطاب ده اللي قدام حضراتكم وصل في شهر ديسمبر أثناء لجنة الموانسة أحمد مجاه ورجع وصل في 19 يناير الاثنين المدير التنفيذي واحد الدكتور وليد العطار يعني اللي استلم ده هو اللي استلم ده وده مش خطاب ده بالإيميل هقول لكم النص الكامل بتاعه عشان تشوفوا تحديد المسؤوليات كانت ازاي بالظبط الترجمة الحرفية أو الدقيقة الكاملة للجواب اللي هو عامل الأزمة الكبيرة إلى جميع الاتحادات الوطنية التابعة للكاف فتح باب العطاءات لتنظيم مسابقات الكاف يسر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يعلن عن فتح باب العطاءات لتنظيم المسابقات الآتية في سبع مسابقات الكاف بيعرضها على الاربعة وخمسين اتحاد واحد نهائي دوري أبطال أفريقيا عشرين اتنين وعشرين يومي سبعة وعشرين وثمانية وعشرين مايو يده يده اتأجلت لتلاتين اتنين نهائي كاس الاتحاد الأفريقي عشرين اتنين وعشرين يوم اتنين وعشرين مايو نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للسيدات عشرين اتنين وعشرين كأس الأمم الأفريقية تحت تلاتة وعشرين سنة عشرين تلاتة وعشرين كأس الأمم الأفريقية لكرة الصلاة عشرين اربعة وعشرين كأس الأمم الأفريقية لكرة الشاطئية للكرة الشاطئية عشرين اربعة وعشرين السبعة بقى كأس الأمم الأفريقية للسيدات عشرين اربعة وعشرين إذن الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري مثل المرتين شأن الأربعة وخمسين اتحاد السابعة بطولات دول وقال لهم إيه بقى ونص اللوائح التي تحكم تطبيق قوانين الكاف على أن تكون اللجنة التنفيذية عشان الناس اللي بتجد بتقولك لجنة الأندية اللي فيها الكابتن الخطيب عندها علم لا خطاب الكاف حدد المسئولية على أن تكون اللجنة التنفيذية للكاف هي المسئولة عن فحص الترشيحات المقدمة من الاتحادات الوطنية لتنظيم البطولات النهائية يجب على أي اتحاد وطني يقترح أن تستضيف بلده أي من المسابقات أن يقدم ضمانة خطية من حكومته بما يلي دي اللي راحوا عليها للوزير عشان كده الوزير لما بيقولك أنا ما ليش دعوة لا حضرتك ليك دعوة حضرتك طرف أصيل في الموضوع لأن الخطاب الكاف قال أن الحكومات مسئولة أن نتقدم إيه بقى يجب على جميع أعضاء الكاف وكذلك الاتحادات الوطنية التابعة لها ضمان الحصول على تأشيرات الدخول والتصريح اللازمة طوال مدة المسابق اتنين يجب مراعاة قوانين ولوائح الكاف ولسيام الأحكام المالية تلاتة أي التزام يتم إبرامه رسميا من قبل الاتحاد الوطني المعني سيتم اعتباره مقبولا من قبل حكومته الضمان الحكومية يجب على أي جمعية وطنية ترغب في استضافة إحدى المسابقات المذكورة أعلى أن تقدم عروضها على البريد الإلكتروني التالي اللي هو الإيميل بتاع الاتحاد الأفريق في موعد أقصاء فبراير عشرين اثنين وعشرين نهاية فبراير يعني هو بعد تسعتاشر يناير آخر خطاب وبيقولك معاك لغاية تمانية وعشرين فبراير آخر موعد ترد بالاختيار أنت عايز تنظم من البطولات السابعة دول وبيقول للاتحاد الأفريقي في خطابه يجب أن يحتوي العرض على اسم الملاعب المضيفة للمباريات ومرافق الإقامة والنقل ومرافق التدريب بالإضافة إلى الضمان الحكومي ويجب أن يتم إعداد الوثيقة وفقا للأنظمة واللوايح الخاصة بالكاف ولا سيما أحكام المواد 24 و25 و28 و29 و30 من اللوايح التي تحكم تطبيق قوانين الكاف الأساسية وفي حالة وجود أي أسئلة تتعلق بهذا المحتوى تكون إدارة الكاف متاحة للرد عليها وتفضله بقبول فاق الاحترام سامسون أدامو مدير المسابقات درجل نيجيري ترجمة نانسي قنقر